الهيكلة جميلة وجود قنوات داخلية وجود أسرار محفوظة وجود سلالم للارتقاء لكن لم تطبق على الواقع واحد في المئة أحيانا يمارس أخوك عليك الظلم أقصى مما يمارسه أشد العداء فتقع في مظالم فتقول بإمكاني أن نزيح الظلم عن نفسه باتباع الطرق المحددة وفق التنظيم فتصل إلى عند قاضي القضاء داخل التنظيم يا قاضي هذه أدلتي وهذا ما بيدي وهذه المظالم الذي مرست علي في التنظيم وداخل التنظيم وخارج التنظيم فإذا بالقاضي لم يعي وإذا وعي لم يعطيك حتى جواب يسمع من الظالم في المكتب التنفيذي على مستوى المحافظة أو على مستوى اللجان أو على مستوى القيادة يسمع منه وإذا بالقاضي لم يرد جواب للمشتكي لم تصل لك جواب حتى جواب يشفيك يعني هنا مظالم بلا حساب يعني إذا كان أنا أمارس الظلم داخل التنظيم ممارسة يعني يشمأز منها القلوب حينما تتوقع من عالم عريض الوجه كبير العمامة طويل اللحية تظن منه الإنقاذ ولا تتوقع ويخطر في بالك يوم من الأيام أنه ممكن تحصل على ظلامة من هذا الشخص فإذا تفاجأ لم يعطيك يوما من الأيام حتى ابتسامه طيب أنا في هذا الظرف وفي هذا الوقت حينما يصل يدي مهمة من المهمات أسير أنا أفرز نفسي ما استوعبت من مظالم على غيري تنعكس بشكل طبيعي طبيعي جدا تنعكس على غيري فحينما ألتقي معك أقيمك قبل أن تتكلم معي أقيم انتمائك أو أقيم علاقتك بفلان فأحكم على كلامك مهما كان صواب أحكم علي بالظلم أحكم علي أنك ظالم أحكم عليك مجرد أنك صاحب بلان على صاحبك لفلان أو بلان على دفعك من فلان أنا لم أقيم ما قلت لأن أنا أصدت عندي وسائلة صد شديدة فهذا أيضا الآن لو أقول لك أن ما دار الآن بس أستاذ أب السلام الشائع عن تجمع اليمن الإصلاح أن قواعدها متماسكة هل هذا صحيح؟ بالعكس بالعكس أبدا أحنا داخل التجمع اليمن الإصلاح من عام 2000 بدأنا نعترض وبدأنا نبين الخلل خلل جسيم يعني وكلنا حتى أنا ممكن أذكر أسماء الآن هم في الساحة وأسماء لا زالت وهي قيادة عليا وكان لها دور إيجابي كنا نجتمع في صنعاء ولنا لقاءات ولنا اجتماعات في المنازل وفي الأماكن وعجزنا عن الاشتراكات فقط على أساس نحدد المقرات ونحدد التنظيم ونصبح إحنا أصحاب الحق نقصتنا فقط جزء من المادة فقط ولو كل شيء كان عندنا مرتب للإنشقاق وبكمية أكثر من الموجودة عن شقاق عن التجمع اليمني للإصلاح وعن الأخوان المسلمين إنشقاق كامل من ضمنهم القيادات التي عادت منهم القيادات التي قدمت استقالتها للساحة إنما تلا فيه كانت مقصاة وعلى رأسنا عبد المجيد الزنداني وأيضا محمد ناجي علاو وأيضا عبد القوي الشميري وأيضا أقول لك الناس كلهم فارس السقاف كلهم وكنا نجتمع في بيت أحمد الحجري ونجتمع في بيوت كثيرة جدا ونناقش وحمدي سنيدار وأقول لك القيادة الكاملة التي بنتها للإصلاح أصلا أحنا من بنا أحنا من قوامنا أحنا من أوجدنا حتى أوجد وإذا في من يلتف ويضلل علينا حتى في العملية الانتخابية تضليل في كل شيء تضليل في الموارد نكتشف سرقات داخل المكتب التنفيذي ولا نستطيع نقول فلان من شلها لأنك لم تجد من يلقذك أبدا إلى اليوم يعني إلى اليوم التفاع في كل شيء أخوك من تثق فيه وتوكل أنت يا العيش والنحوة إذا بيه يغدر ويوشيبك ويوصلك المهالك هذا التماسك الذي تظنون إعلام التماسكين لا والله والله إنه مستعد يصلك في أصعب الحياة ويوصلك إلى أردأ ما تتوقع حينما يكون بيدو الأمر أيضا أشياء أقول لك أن ما وصل الآن من تضجر وتذمر داخل التجمع المن الإصلاح أو داخل الأقوان بالذات الآن هو خوف من نظام قادم يعني علي عطل الله صالح والأسرة الذي مثلا يركن عليها في تقويم الدولة أو تقويم النظام بدأت طبع لبنات في تنظيم قادم قد ينأكس على الشارع وينأكس على الحياة المدنية من خلال ما وجد من تنظيم داخل الحرس الجمهوري وهو شاهد عيال للناس كلهم بمعنى التطور الذي حصل في البنية التحتية داخل قوة المسلحة ومؤسسة الحرس الجمهوري والأمن المركزي كذلك أحددها بالضبط بدأت التسلسل القيادي مرتب بدأت الحقوق تصل للأفراد بدأت التغذية تصل إليهم بدأت المنشآت تشمخ وترتفع بدأت المهام تنفذ بدأت يعني بناحة في المستقبل وأيضا من خلال وجود رئيس الجمهورية والطيبة الذي يتمتع بها وحبه للشعب ككل ما الذي جعل بعض التيارات داخل الاصلاح تخشام من كل هذا هذا يحسب للبلد يحسب للشعب اليمني يحسب للمستقبل الدولة اليمنية الحديثة لماذا خشيت بعض قياداتكم هذا الترتيب لأن هذا الترتيب سيعيق لأنه نحن من نستفيد من الفوضى نحن من نستفيد من طيبة علي عبد الله صالح حتى نوصل من نريد إلى المكان الذي نريد حينما يتم وجود نظام وتسلسل إداري لإحتواء المناصب والقيادات والمراكز الفاعلة سيتم إقصاءنا تلقائي بدون ما نشعر إلا وإحنا في الشارع فهذا أيضا أثر علينا تأثير مباشر فيجب علينا أن نجد بديل للتنظيم أو للنظام بما يمرر ما نريد أيضا بيبقى نقطة أخرى أيضا أن وجود النظام الذي يرتب ويقيم النظام سيتم إقصاءنا تماما فاستغلينا ما حدث الآن من فوضى وظلينا أنها ستكون هي نجاحنا مع أنها عندنا لم يكن هناك مباشر ماذا تعتقد في بأنه يمكن أن يتم إقصاء الإصلاح في المستقبل يعني لم يتم إقصاءه في أحلك الظروف واستوعبه الرئيس واستوعبته الدولة واستوعبه النظام واستوعبه الحزب الحاكم ولم يكن إقصاء الخوى والتفريغ من المضمون الخوى والتفريغ من اللب هذا أكيد سينكسر الغطاء وينقشع نعلم إحنا بعيوبنا قبل أن يعلمها غيرنا يعني أي دولة مدنية حديثة ستكشف عيوب بدون شك بدون شك ولن نستطيع لا في العلم ولا في المعرفة ولا في الحب للآخرين ولا في العطاء ولا نقدم أي خدمة نستطيع أن نحصل فيها على رغبة الشعب أو رغبة الجمهور أو عندنا من المعرفة والعلم ما يوصلنا إلى الأماكن الذين نريد بس معكم رأس المال ضخمة أيضا عندكم رأس المال وإن كان شفوا وإن كان رأس المال موجود فالمحتكر لرأس المال أشخاص معدودة لم يصل إلينا ولا إلى غيرنا طيب أستاذ عبد الحفيظ على ضو هذه الأطروحات يعني ما الذي يبدو الآن أمر جديد يعني بالنسبة ينبغي على الحزب الحاكم أن يتعمل معه